طلاب أصطف السادس الإترائي السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم معايا والجزء الثاني الثاني من درس الضمائر طبعا احنا شرحنا الجزء الأول في فيديو بيقول لي الضمائر في الجزء الثاني ده إن الجملة الفعلية بتتكون من ركنين أساسيين طبعا كلنا عارفين إن الجملة الفعلية بتتكون من ركنين أساسيين هم إيه يا ولاد؟ هم الفعل وبعدين الفعل ما تقدرش الجملة الفعلية تستغني تستغني عن واحد منهم يعني لما أجي أعرف جملة فعلية وأعرف الفعل لازم أشوف فين الفاعل وأقوله طيب عرفنا الجملة الفعلية أول حاجة بيقول لي أن الفاعل اللي هو الجزء التاني من الجملة الفعلية أو الركن التاني قد يكون اسماً ظاهراً في الجملة يعني اسم واضح قدامي زي إيه يعني مش ضمير جلس محمد محمد ده هو الفاعل اسم ظاهر مش ضمير راجع المسافر فين الفاعل المسافر طبعاً اسم ظاهر برضو أشرقت الشمس الشمس هي الفاعل برضو اسم ظاهر لكن قد يكون هذا الفاعل ضميراً ظاهراً متصلاً بالفعل ضمير موجود قدامي ومتصل بالفعل ظاهر زي إيه رأيتو الطيورة في السماء فين الضمير الظاهر المتصل بالفعل هنا تاء الفاعل تو التاء أنت تطعمين القطة هنا تطعمين إيه أولاد ما حدش أقول إن الفاعل هو أنت لا تطعمين ده الفاعل اللي بيجي بعد الفعل تطعمه ده هو الفعل فين الفاعل؟ يا المخاطبة تطعمين يا المخاطبة هي هي الفاعل؟ يبقى ده الضمير المتصل الطالباني ما لهم يذاكراني دروسهما أين الفاعل؟ أجيب الأول الفعل يذاكر فين الفاعل؟ ألف الاثنين مش ده مثنة؟ ألف الاثنين هو الفاعل المهندسون ما لهم؟ يعملون بجد فين الفعل يعملون من الأفعال الخامسة فين الفاعل الواو الجماعة واو الجماعة اللي هو الضمير المتصل بالفعل الطالبات يعالجنا المرضى فين الفاعل نشوف الأول الفعل يعالجنا الفاعل هو مين نون النسوة يبقى ضمير كلها ضمائر ايه متصلة بالأفعال طيب إذا لم يظهر الفاعل في الجملة طيب هنا الأفعال اللي هي الضمائر المتصلة بالفوعل الفاعل المتصل قدامي هنا بالفعل فانا شايفاه طب لو ما كانش ظاهر ولا موجود في الجملة سوف يكون ضميرا مستترا مقدرا هيبقى مش موجود في الجملة ولكن هقدر وجوده ازاي نلعبه بالكرة فين الفعل نلعبه مضارع مرفوع وعنامه طرفعي الضم فعل مضارع طب فين الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه مش انا بقول نلعبه اكيد مش هنلعبه هو نلعبه ايه يبقى نحن الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن والتقدير نلعبه نحن بالكرة الجندي ماله حارب الاعداء اين الفاعل هقدره بعد الفعل حاربه هو ضمير مستتر تقديره هو يعود على الجندي يا ابراهيم ماله ذاكر دروسك ذاكر فعل امر مبني على السكون فين الفاعل بخطب الشخص اللي قدامي بقول له ذاكر انت الفاعل ضمير مستتر تقديره انت الفاعل مش شايفه قدامي ولكن قدرت وجوده أقول الصدقة طيب أقوله يبقى أقوله اللي هو مين أنا أكيد أنا يبقى أقوله أنا الصدقة الوزيرة مالها كرمت المثقفاتي كرمت فين الفاعل ما حدش يقولي التأنيث لا كرمت هي الوزيرة كرمت الضمير المستدد التقديرو هي يعود على الوزيرة بعد كده بيقول لي انتبه يعني حاجات مهمة جدا أول حاجة هناك فرق بين تاق الفاعل وتاق التأنيث إلا أنا لسألها لكم إن تاق التأنيث تيجي علشان الفاعل حيكون مؤنث ولكن تاق الفاعل ضمير تاق التأنيث مش ضمير ده بتيجي علشان تعرفني اللي حيجي بعدها يبقى مؤنث زي إيه شربت العصيرة شربت تاق الفاعل ما لها يا أولاد ضمير ضمير متصل بالفعل إنما نيجي نشوف كده التاق التأنيث المعلمة ما لها شرحت الدرسة التاق هنا حرف إيه تاق التأنيث هي حرف مش ضمير تمام يبقى تاق التأنيث بتجي للتأنيث بس علشان تعرفني إن الفاعل بتاعة هيبقى إيه هيبقى مؤنث طيب حد هيقول لي إن الفاعل اللي هيجي بعدها هو فين الفاعل ما هو ضمير مستتر تقديروه هي يبقى هي بتبين لي بس ان الفاعل اللي هيجي بعدها هيبقى مؤنث طب تقديروه هي يعود على مين على المعلمة اذا التأهنة حرف بس حرف تأنيف لكن تأهن الفاعل لا ده ضمير في فرق تاني حاجة ان الفاعل لا يأتي ابدا قبل الفعل اوعى تقوله ان الفاعل هيجي قبل الفعل دايما الفعل هو الكبير اللي لازم ليه احترامه بيجي الاول بعدين بيجي من الفاعل زي ايه يزرعو الفلاحو الارضة يزرعو فعل مدارع مرفوع بالضمة من الفاعل الفلاحو نلاحظ ان الفاعل جاء بعد مين بعد الفعل الارضة مفعول به اذا الفاعل لازم يتأخر عن الفعل الفعل الاول بعدين الفاعل طب نشوف كده في الناحية التانية بيقول لي الفلاحو يزرعو الارضة الفلاحو بقى هيبقى هو الفاعل مستحيل ليه لان الفعل لسه مجاش امال الفلاحو هيعرب هنا ايه لا اسمه جاف أول الكلام زي ما احنا متعودين مبتدأ أما الفاعل هيجي هنقدره أو هنلاقيه لو كان الفاعل مش موجود أو هيبقى على طول موجود بعد الفعل يزرعه هيجي بعدها الفاعل اللي هو ضمير مستدر تقديره هو لكن الفلاح اللي جات في الأول وجات قبل الفاعل لا عمره ما تبقى فاعل إذن الفاعل لا يسبق الفعل معنا نشاط جميل كده بيقول لي حدد الفاعلة في الجملة نحدده وبعدين وبين نوعه يعني اسم ظاهر ولا ضمير بارز متصل ولا ضمير مستدر ألف اسماعيل غابة عن المدرسة طبعا علشان أحدد الفاعل لازم عيني على الفعل اللي موجود في الجملة الفعل عندي مين برافو عليكم غابة فين الفاعل شايفينه بعدي عن المدرسة جره مجرور وما للفاعل فين برافو عليكم يبقى ضمير مستدر باق ذهبتو إلى البحر الأحمر فين الفاعل علشان أحدد الفاعل فين برافو عليكم الفاعل هو تاء الفاعل اللي هو الضمير المتصل بالفعل يبقى نوعه إيه؟ نوع الفاعل عندي إيه؟ برافو عليكم ضمير بارز متصل جيم القطة شربت اللبنة فين الفاعل؟ طبعا شربة طيب التأدي تأفاعل ولا تأتأنيث؟ برافو عليكم تأتأنيث طيب فين الفاعل؟ برافو عليكم ضمير مستدر طيب يا هناء ساعدي الفقراء أين الفاعل؟ طبعا أنا عندي الفعل ساعدي ساعد فين الضمير المتصل بيه؟ الياء ياء المخاطبة وياء المخاطبة ضمير طبعا اتصل بالفعل طيب نوعها ايه؟ نوع الفاعل هنا ايه؟ برافو عليكم يبقى يا المخاطبة ضمير بارز متصل ده نوع الايه؟ الفاعل السؤال اللي بعد كده ضع خطا تحت الضمير ثم اذكر نوعه كما في المثال المثال الأول نظم الطلاب حفلة خروجهم الضمير هنا ايه؟ بارز متصل اللي بعد كده لا تتنمروا على غيركم ايه عفوا أن تنى المسؤولات عن تجهيز الطعام أين الضمير؟ برافو أنتنى نوعه ايه يا ولاد؟ برافو عليكم ضمير بارز متصل ايه عفوا بارز منفصل لأن أنتنى بارز منفصل يعني كلمة مستقلة مش شبكة في ايه؟ في كلمة اخرى بعد كده لا تتنمروا على غيركم اين الضمير؟ برافو عليكم واو الجماعة طب نوعها ايه واو الجماعة؟ بارز متصل جيم علي ألقى كلمة الإذاعة الضمير هنا فين؟ برافو عليكم ضمير مستتر علي ألقى كلمة الإذاعة ما فيش ضمير موجودة قدامي يبقى هقدر الضمير اللي بعد الفعل الفعل فين؟ ألقى ألقى مين؟ هو يبقى ضمير ايه؟ مستتر تكلم بصوت خفيد فين الضمير؟ طبعا أنا ما فيش قدامي ضمير واضح يبقى فين الفعل علشان أقدر بعده الضمير؟ تكلم فعل أمر يبقى إذا فين الفعل ضمير مستتر تقديروه أنت؟ إذا برضو يا أولاد ضمير مستتر النشاط اللي بعد كده دع خطا تحت الضمير البارز المتصل فقط البارز الايه؟ المتصل يعني المتصل بالفعل واحد هو يعتني بتنظيف أسنانه فين الفعل؟ يعتني فيه أي ضمير متصل به؟ لا ما هو الضمير البارز المتصل ده ممكن يتصل بالإسماء برضو على فكرة يا أولاد هو يعتني بتنظيف أسنانه أهو ده ضمير متصل تمام؟ يبقى أسنانه الضمير البارز المتصل يعني أنا شايفة قدامي وفي نفس الوقت متصل بالكلمة سواء فعل أو اسم إلهاء نيجي لبقى الفتيات فصلهن مزين فين الضمير البارز المتصل؟ برافو هن هن اللي متصله بكلمة فصل ده ضمير بارز متصل نلاحظ إن الضمير المتصل اللي هو البارز المتصل ممكن يتصل بفعل أو باسم الرجال يمارسون ألعاب القوى أين الضمير يا أولاد المتصل؟ برافو واو الجماعة المتصلة بالفعل المثال اللي بعد كده لتكن ناجحا في دراستك أين الضمير البارز المتصل يا أولاد؟ برافو كاف المخاطب كاف المخاطب دراستك الكلمة من غير الكاف اسمها دراسة أو دراست لكن لما تتصل بها كاف بقى الدراسة في دراستك مجرور بالفا بفيه فطبعا الضمير المتصل عندي مين؟ البارز المتصل الكاف المثال اللي بعد كده أخي الأصغر يحبني وأحبه فين الضمير البارز المتصل؟ برافو يا المتكلم بلادنا تاريخها عظيما أين الضمير البارز المتصل؟ عندي اتنين عندي نا بلادنا وإيه كمان؟ الضمير البارز المتصل تاني ها يبقى عندي اتنين نا نا الفاعلين وها عفوا بلادنا نا اللي هو الضمير تاريخها نا الفاعلين اللي بتبقى مع الفعل لأ أنا أقصد نا اللي هو الضمير المتصل بمين؟ بهذا الاسم اللي هو بلاده نيجي للنشاط اللي بعد كده دعنا متصح أمام الجمل التي بها ضمير مستتر ثم قدره ضمير مستتر يبقى على طول هيقدر بعد الفعل مش بعد الاسم المثال الأول تحدث الطلاب تحدث عيني على الفعل تحدث هو الفعل تحدث مين؟ الضمير موجود عندي والفعل موجود عندي ولا محزوف ولا ضمير مستتر الطلاب لا الطلاب هو الفاعل بلغتهم العربية الفصحة لا يبقى ما عندش ضمير مستتر لأنه لما جيت للفعل اللي في الجملة لقيت الفاعل اسم ظاهر وموجود قدامي اسم ظاهر مش ضمير لا تنطق بغير الحق أين الفعل؟ طبعا تنطق فعل مضارع مجزون بلا وعالم الجسم السكون طب فين الفاعل؟ برافو لا تنطق فعل مضارع مجزون بلا زي ما قلنا الفاعل ضمير مستتر تقديروه أنت يبقى هنا ضمير مستتر قدرناه فين ضمير مستتر دايما نقدره بعد الفعل طيب جيم أختي الكبرى تساعد أمي مين اللي بتساعد؟ أمي؟ لا يبقى أمي مش الفاعل طالما مش أمي اللي بتساعد أختي الكبرى عرفت من اللي هي اللي جات في الأول طب يبقى تساعده إيه؟ برافو يبقى تساعده هي طيب جدال أمارس الرياضة كل صباح فين الفعل؟ علشان أقدر بعضي الضمير المستتر أمارسه فعل مدارع مرفوع بالضمة أين الضمير الفاعل؟ أمارسه أنا برافو برافو ضمير المستتر تقديره أنا طيب اللاعب مرر الكرة لزملائه فين الفعل؟ مرر أين الفاعل؟ برافو مرر هو الكرة آخر نشاط في درسنا النهاردة أكمل الفقرة مستخدماً الضمائر المختلفة هنكمل النقط بضمائر يا أولاد قال المعلم أيها التلاميذ نقط أمل هذا الوطن أعاوز أكلمهم بالضمائر أقول إيه؟ برافو أقول أنتم أملوا هذا الوطن فاجتهد نقط في دراسة نقط نراحز أن الدال عليها ضمة فاجتهدوا هنكمل بضمير نقول إيه؟ مش هو بخطب جماعة التلاميذ يبقى إيه؟ برافو فاجتهدوا في دراسة في دراستكم حتى ترفعوا طالما طالما مش ساكنة يبقى مش فعل أمر يبقى فعل مدارع هقول ترفعوا ها؟ ترفعوا شأن وطن ها؟ وطنكم مصر لأن ها؟ لأن نقط تنتظر من نقط الكثيرة لأنها تنتظر من لأنها تنتظر منكم الكثيرة وبكده يا أولاد أنهاينا درس اليوم إن شاء الله نلتقي في الدرس القادم